السلام عليكم أصدقائي حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم البايثون اليوم سنتكلم عن موضوع مهم جدا بعنوان two dimensional list و enlisted loop يعني موضوعين في حلقة واحدة سنبدأ في موضوع two dimensional list لما أجيأ أتكلم عن اشي اسمه two dimensional list معناها list ثنائية الأبعاد. ثنائية الأبعاد معناته في عندي صفوف وفي عندي أعمدة. برضو كمان شو معنى ثنائية الأبعاد؟ معناته انه كل قيمة موجودة في الليست هي نفسها لست. كل قيمة موجودة في الليست هي نفسها لست. يعني لو بدي عرف لست عادية زي ما أخذنا في حلقة لست سابقا. أفتح سكوير براكتز. والآن أدخل محتويات الليست اللي هي عبارة عن list also. يعني عندي مثلا واحد فاصل اثنين فاصل ثلاثة. سكوير براكتز. أربعة فاصل خمسة فاصل ستة. عفوا. عندي كمان مثلا سبعة ثمانية تسعة. خلينا نحكي كمان في عندي list من صفر. طيب. شوفوا شو الوضع. هاي فتحة الليست العادية صح؟ الليست اسمها اكس عندي. وهاي اللي براكتز تبعة. سكوير براكتز. زي ما قلنا بحلقة الليست زمان. انه ممكن يكون في عندك string. ممكن يكون في number. ممكن يكون في tuple. عندك برضو كمان جوتها list. فمجموعة list جوة list. هذا ما نسميه اللي هو two dimensional list. طبعا ثنائية الأبعاد بتلاحظوا في عندنا صفوف. هذا صف كامل. هذا صف كامل. هذا صف كامل. هذا صف كامل. وعندي اعمدة. هاي عمود. وهاي عمود. وهاي عمود. وفي البرمجة. الترقيم بيبدأ من صفر. فعندك هذا الصف هو رقم صفر. هذا الصف رقم واحد. هذا الصف رقم اثنين. هذا الصف رقم ثلاثة. طيب. الآن قدنا نشوف طريقة طباعة المحتويات الليست هاي. اللي هي two dimensional list. فرا حاجة اقول print. لمين. الليست اللي عندي اللي هي عبارة عن ايش اسمها اكس. اعمال run في الكونسول. لاحظوا طبعا مين يا جماعة. طبعا لمحتويات الليست ها. طبعا لمحتويات الليست هاي. الليست الأولى الثانية الثالثة الرابعة. اذا تودى mission list. كل قيمة في الليست هي عبارة عن ايش؟ عن list. وفي عنده صفوف واعمده. فانا هيك طبعت محتويات الليست ككل. لو بدي أطبع صف واحد يا جماعة من الليست. فمثلا بدي أطبع صف هاظ. او هاظ. او هاظ او هاظ. حسب رقمه. هذا الصف رقمه في البرمجة. ببدا بصفر. هذا واحد. هذا اثنين هذا الثلاث فلو جيت اكس مثلا للواحد او للصفر خلينا ابدأ معكم رن رح جاب لي مين اول صف واحد اثنين ثلاث لو غيرت وحطت له واحد رح جاب لي ثاني صف اللي هو عبارة عن اربعة خمسة ستة وهكذا اوكي الان نقعب اطبع الصفوف الان لو بدي اطبع قيمة من صف معين معناته انا هو المطلوب مني اني احدد الصف والعمود فرح اكون في عندي two square brackets فانا هون جاب بطبع الصف الاول اللي هو رقم واحد اللي هو الثاني هذا لو بدي اطبع منه الخمسة برضو كمان العمود هذا رقم واحد يعني عندي كون صفر واحد اثنين ثلاث وبرضو بالاعمدة الترقيم بيبدأ صفر واحد اثنين فمثلا لو بدي اطبع الخمسة الخمسة العمود صفر والعمود واحد فرح اقول له واحد واحد اعمل برنت رح طبع لي الخمسة ليش خمسة جاي بالصف رقم واحد وبالعمود رقم واحد لو بدي اطبع الثمانية الثمانية جاي بالصف رقم اثنين وبالعمود رقم واحد خلنا نشوف رح يعطينا الثمانية اعطاني الثمانية بيجي واحد بيقول لي طبعا انا ممكن اشطل الشغل كله بي باللست اللي هي ون دايمينشن بجاوبك هون انه في امور زي الجيمز في امور زي الاحداثيات بتطلب انك تشطل اللي هي عبارة عن اللي ستناعية الابعاد اللي عبارة عن فيها اعمدة وصفوف الاخرية يعني شغل الاحداثيات شغل الجيمز ما بينفع تشتغلوا الا على موضوع الطو دايمينشن لست الطيب الجزء الثاني اللي بدي اياه الجزء الثاني اللي بدي اياه من الحلقة اليوم اللي هو عبارة عن النستد لوب عبارة عن النستد لوب طيب النستد لوب معناه يا جماعة ايش معناه دوران جوا دوران يعني انا بلف بالدوران الاول برضو ابحث جواة هذا الدوران عن شيء ثاني شلو ممكن اعمل للموضوع حاطيكم مثال بسيط علي هون لو بدي أطبع مثلا زي ما بيحكوها الصفوف عندي اللي في الليست فخلينا أنا أستخدم بدي أطبع الصفوف خلينا أستخدم جملة for متغير خلينا نسمي row خليه يكون إله دلالي للموضوع n في مين في الليست اللي عندي اسمها x وهي عندي اللي هي colon شو بدنا خلال هذا الدوران خلال هذا الدوران والله أطبع بالصفوف صح اطبع لي الصفوف عفوا اطبع لي الصفوف خلينا نشوف شو رح يعمل لي هون لاحظوا شو عمل لي يا جماعة بالكونسول تحت فعلا طبع لي الثمانية طبعا الشغل اللي قبل شوي كان طبع لي يا جماعة الصف الأول طبع لي الصف الثاني طبع للصف الثالث وطبع للصف الرابع كبلوكس لأنني قلت له اطبع للصفوف لأن لو أنا وانا بلف على الصفوف بدي أطبع القيم كلها وأنا بلف على الصفوف بدي أطبع القيم كلها يعني أنا المفروض في يا جماعة أجي جوه الفور وأفتح دوران ثاني خليني أقول الأعمد هون لأنني بدي أطبع القيم أو أي إكس بالدكية أو أي اسم بالدكية فمثلا فور كول وإنت جوه دوران اللي بتلفوا فيه على الصفوف وين إن رو ليش لأنه نقعد بقوله وإنت بتلف على الصف أتبع لي هذول فأنا أول دوران اللي هي لف على الصفوف ثاني دوران وأنا جوه الصفوف شو بدي أسوي فبقول له برينت مين كول طبعا تذكروا الاندنتيشن لازم نعمل جوه الموضوع اللي هي المسافة فلاحظوا الآن شو راح أصير باجي بقول له هون برينت في عندي خطأة حلو حلو ناسي أنا هون اللي هي النقطتين طيب تعال قل له هيك رن هشوف شو راح يعطيني شوف شو راح يعطيني أعطاني قيم الليس كاملة لحظة انسوا الثمانية الثمانية للثمانية اللي قبل شوي من واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وصفر هيك أعطاني محتويات مين وهو بلف على الصفوف بالدوران الأولاني صار الرف برضو كمان على القيم اللي بالأعمدة بالدوران الثاني طبعا أنا مش بس هون بطبع مش أنا بس هون بطبع يا جماعة أنا ممكن عمل شغل الثاني يعني أنا ما رح أختص على موضوع التبع أنا ممكن أقول له وانت بتطبع لي وبتلف لي بهالصفوف وبالأرقام مثلا الرقم اللي بتلاقي لي مثلا ضرب لي في خمسة فهي تعال قل له هون ضرب فايف ضرب فايف قل له رن هون طبعا أي شي بضرب بصفر صفر لكن القيم اللي قبل لاحظوا كيف فانت ممكن تعمل عمليات كثيرة واللي بتوصل لكم اياها فكرة جماعة انه ممكن تطبق على الليست نفس الفانكشنز نفس الفانكشنز اللي كنا نطبقها والإجراءات اللي كنا نسويها على موضوع الليست فهذا المثال زي ما حكينا استخدمنا فيه نستد لوب دوران جوا دوران لفيت على الصفوف ومن جوا كمان كنت ألف على القيم اللي داخلها ان شاء الله يا رب انكم استفدتم من الموضوع اليوم أي ملاحظة برحب فيها أسفل الفيديو أتمنى دعم القناة بضغط على لايك كومنت وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة ضغط على زر سبسكرايب وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد وإن شاء الله بشوفكم بحلقة قريبة ويعطيكم اللي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة